أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان وحوار المربد انضموا إيايا بالستوديو مدير التحرير في إذاعة المربد أستاذ ضياء البزوني مرحبا أستاذ أهلا نادين أهلا بكل مستمعي راديو المربد حقيقة الحال مو منحقنا أن نناخذ هذا يعني وقت جمهور بس لا بأس أنه نطلع عليهم مرة واحدة في السنة للحديث عن بعض القضاء اللي تخص راديو المربد بشكل عام أهلا بكم أستاذ يعني احنا في قبل أيام مرت علينا ذكرى تأسيس إذاعة المربد وأكيد نشكر متابعينا اللي هما يساهمون بشكل كبير بمحتوى إذاعة المربد وخصوصا في برنامج حوار المربد تجينا شكاوى وتجينا مطالبات بإعادة برامجنا المنوعات ما بين البرامج قديمة ما بين أكون يعني يطالبون ببرامج جديدة عن طريق حوار المربد فشنو تقول لهم؟ يعني حقيقة الحال المربد لديها خطة واسعة ستنفذ انطلاقا منذ يعني منذ بعد الحفل نعم اللي قيمة الأسبوع الماضي خلال الشهر السابع يعني اللي حاليا نحن بيه راح تكون لك برامج جديدة لكن إنتاج البرامج في المربد هي تكون بشكل بطيء وبشكل تصاعدي يعني بشكل تدريجي أول برامج اللي راح ينتج هو برنامج خاص بالمرأة ما عرفت راح تقودين عنتي أو واحدة من الزميلات أو ربما يعني يكون تفاوض مع بعض الشخصيات الأخرى ممكن توقعنا برنامج خاص في المرأة نحتضر نعرف أنه يكون تخصير في بعض القضايا الخاصة بحوار المربد بيستهيب ضغط العمل اللي موجود داخل مؤسسة فهذا أيضا من الأشياء راح تحل خلال هذه الفترة المقبلة بنقول فترة مقبلة يعني حتى لا نكون نطي وعود وما ننفذها الفترة تحتاج أسابيع وبعضها يحتاج إلى أشهر لتنفيذها احنا أصحاب تجربة ما نقول أصحاب خبرة منذ عام 2005 إلى غاية اليوم فإنتاج البرامج وإعادتها كما كانت هو أفضل مما كانت بالفترة المقبلة هذا يحتاج إلى بعض الوقت من البرامج اللي راح تنتج إن شاء الله راح يكون برنامج خاص بالدوار الحكومية اللي هي مرتبطة بحياة المواطن على مساس مباشرة بحياة المواطن فكرت ربما هي راح تكون عاشق أحدى مركبات المربد ويكون السائق المركبة هو أحد يعني أحد صحفينا نعم يكون متوقف أمام أحد المؤسسات الحكومية وينقل المواطن من دائرة إلى دائرة أخرى أو من دائرة نفسها إلى منزله وخلال الحديث طيما الحفاظ على شروط السلامة بالقيادة يتحدث عن ما دار في داخل هذه المؤسسة من معرقلات يعني رحلة المعاملة نفسها رحلة المعاملة بالضبط نعم هي راح يطلعها مو فكرتي فكرة أحد الخوات السابقة فراح تنفذ أيضا راح يكون بالقريب العاجل برنامج خاص بالشعر الشعبي هذا راح ينتج وراح نخذ تجروة البودكاست احنا متأخرين بها نوعا ما فهذه أيضا برامجة راح تكون في المربع بالفترة يعني في عامنا جديد نعم هو برامج صراحة يعني ما راح نقدر نحددها بوقت معين يعني عدنا بعض دقيقة وحدة بس موضوعين نحكيهم بشكل سريع موضوع البث في بعض المحافظات خصوصا في محافظة ميسان بالأمارة بالتحديد دائما يشتكون من عندك والبرامج المنوعة أنت ذكرتها يعني طرقنا لها البث بشكل عام المهندس المختص يعني حسب ما أبلغنا كان كان مشكلة بالدش باستقبال الإشارة فأرسل يعني هذا الدش اللي وصح هذا المستقبل من العرسات أعتقد يعني خلال يومي ثلاثة تحل القصة بالشكل نهائي وقبل أن أدخل السودية عن كتعة تواصلية أحتقل تجاوزنا الوقت أدنا الحديث من المواضيع يعني كثير من المواضيع تحدثت بها عن المربض شكرا لمستمع المربض شكرا لتواصلهم ولانا منذ 19 عام وإن شاء الله التوفيق للجميع والتوفيق لنا ونحن جزء من هذا المجتمع البصري الجنوبي العرابي وشكرا لتواجدك اليوم لإضاح بعض الأمور وبهذا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان نختم حلقة اليوم من حوار المربض ننتقل إلى الأخبار إلى اللقاء شكرا للمشاهدة